احكي لنا شمع عن العوائق العوائق أول زي ما انت قلت الخوف والتردد والخوف ده هو يعني بيعيق الكارز انه هو يشهد عن المسيح اللي فيه أهم حاجة في موضوع الخوف ده ان احنا نعرف ان لو انت قعدت فمحضر ربنا أكتر هتتحرر من الخوف طب اللي هتحرر ازاي روح القدس بيديك قوة الروح القدس بيشهد فينا الروح القدس بيكسر كل عوائق الخوف والتردد ده هيت طب ازاي حصل ده طب حصل ده قبل كده حصل طبعا في عمال الرسل يعني ما انساش ابدا وانا بقرأ عمال الرسل اسحار باع اما تلاقي ان بطرس ويوحنة مين هم بطرس ويوحنة هم كانوا مين بطرس ويوحنة دول صيادين يعني كان بيقول عليهم عميان واخدوهم وراح سجنوهم رؤساء الكهنة وراح جابوهم تاني يوم وبيسألوهم يقول امتلأ بطرس من الروح القدس وقال لهم يعني هو اللي داله الجرأة ان هو يرد مش بيرد على واحد مثلا في الشارع بياع ولا بيرد على واحد صياد سمك زيه ولا لكن بيرد على الرؤساء الكهنة الرؤساء الكهنة يعني اكبر والفرسيين والصدقيين والصدقيين اكبر فئة دينية بالزابط دول اكبر ناس او اقوى ناس في المجتمع تخيل ايه اللي يخلي واحد زيك ده يقدر يرد اصلا ده بطرس طب بطرس كان ايه وانت بطرس انت بطرس انت ممكن انك انت ترد لو انت قعدت في محضر الله وطلبت روح القوة الروح القدس مش عشان بطرس بس الروح القدس ساكن فينا روح الله روح القوة روح المشورة روح اللي بيرد ربنا بيرد فيك بيرد على الناس بيقدر أنه هو يوصل للبشر من خلالك من خلال كلمات الروح القدس جواك الروح القدس بيكسر روح الخوف وعايز أقول حتى أن إحنا بنخاف إحنا بنخاف لأن إحنا بنحس أن ربنا ما يقدرش يحميني مثلا لا ربنا يقدر يحميني إحنا مش بنشوف ربنا في قوته في إمكانياته اوعى تحط ربنا جوا صندوق تقول دي إمكانيات الله اوعى تعمل كده أنا يا ما كلمت ناس أنا لم أتخيل في حياتي أن أنا ممكن أكلمهم ربنا قال لي شاور لي على بني ناس بدؤون قد كده وناس منقبين أنا مستحيل لو كنت أنا بفكر بتفكير راشا وبعنين راشا أقول لا ده مثلا يقبل الرسالة وده ما يقبلش لكن لما أنت تسمع صوت ربنا تسيب روح القدس هيكسر الخوف ده هيديك كلمة للإنسان ده هيديك رسالة المسيح بلا خوف وبقرأ الخوف على فكرة روح روح خوف يعني بتشوفي ناس بتركوا الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبيجوا على بلاد الحرية وما زالوا خايفين أنه يتكلموا عن يسوع المسيح طب هناك محجزين أو مضطهضين طب وهون فالفكرة أنه هذا الخوف روح شرير محتاجين نتحرر منه الله لم يعطينا روح الفشل ربنا ما دناش روح الفشل روح الخوف ده بيفشلنا الله لم يعطينا روح الفشل بالروح القوة والمحبة والنصح الله ما دناش روح ضعيف الله دينا روحه الروح القدس بيدينا القوة والمحبة محبة المسيح والنصح ما ينفعش أننا أقول ده مش موجود جوايا أنكر عمل الروح القدس في حياتي فإذا يعني الخوف هو عدو الإيمان الشخص اللي ما عنده إيمان يعني عنده خوف صعب يكلم الناس شكرا